زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت وصل النهاردة بالفعل وكان في استقباله بالمطار صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وكبار المسؤولين هناك السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أن الرئيس توجه بعد كده لأصر بيان في صحبة صاحب السمو الشيخ صباح تم عقد بعد كده جلسة مباحثات رحب من خلالها أمير دولة الكويت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد على أن العلاقات المصرية الكويتية تتميز بالخصوصية الشديدة واللي بيجمع ما بين البلدين من تاريخ مشترك ومصير واحد أمير دولة الكويت أشار للمكانة الخاصة اللي بتحظى بيها مصر وشعبها لدى الشعب الكويتي والحكومة الكويتية خاصة في دوق ما قدمته مصر على مدار عقود في سبيل التصدي لما اتعرض للوطن العربي من تحديات وتهديدات وتمت الإشادة بدور مصر المحوري باعتبرها دعامة رئيسية لأمن واستقرار دول الخليج والوطن العربي بالكامل أمير دولة الكويت سمن كمان مساهمات أبناء مصر في النهضة التنموية بدولة الكويت وأكد على حرص بلاده على تعزيز علاقات الصنائية مع مصر على جميع المستويات وأن زيارة الرئيس تساهم في تطوير أطر التعاون القائمة بالفعل الرئيس عبد الفاتح السيسي من ناحيته أعرب عن تأدير مصر قيادة وشعبا للمواقف اللي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة إذاء مصر ومواقفها الدعمة لإرادة الشعب المصري وأشار لأن الشعب المصري مش هينسى أبدا هذه المواقف اللي عكست أصدق معاني الأخوة والدعم أكد الرئيس أن مصر تطلع لتعزيز علاقات التعاون السنائي مع الكويت في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وشدد الرئيس على عدم سماح مصر بالمساز بأمن واستقرار أشقائها في الخليج وأكد على أن أمن الخليج من أمن مصر وأن مصر تقف دايما جانب أشقائها في الكويت ودول الخليج في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية